المتسابقة هديل خالد عوض جبارة من فلسطين وتقرأ برواية حفص عن عاصم السؤال الرابع بعد الاستعاذة والبسملة اقرأ من قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم حسبك السؤال الخامس والأخير إن المجرمين في ضلال وسعر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقر إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بِقَدَرُ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرُ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُورُ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ إِنَّا الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرُ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنْ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَحَّارُ وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حَسْبُكِ حَسَنْتِ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكِ